جمدت كوريا الجنوبية كاملة أسطول طائراتها المقاتلة من طراز F-35 بعد هبوط إطراري نفذ أحد الطيارين إطرى خلل في أنظمة الطائرة وبحسب مسؤولين فإن القرار جاء بعد أن تعطلت معدات الهبوط في المقاتلة بسبب خلل كبير في الأنظمة يتم بعد ذلك فتح تحقيق بالحادثة هي سماء وجهة الحسم العسكري لكل معارك الأرض منذ سنوات عدة خيار دفع بالقوى العظمى للاهتمام بالقوة الجوية وإطلاق أجيال من المقاتلات عام 1990 لم يكن عاديا بالنسبة لمسار المقاتلات العسكرية دخل الجيل الخامس المعارك بتوقيع أمريكي مع إنتاج المقاتلة الأمريكية F-22 Raptor دخلت المقاتلة الأقوى في العصر الحديث الخدمة عام 1997 وشاركت بمعارك عدة وكان لها كلمة الحسم فهي قادرة على التخفي عن الرادارات الجوية وكذلك المناورة الجوية بشكل استثنائي جعلها تتسيد السماء استمرت الولايات المتحدة بقرارها حسم المعارك من الجو فأنتجت عبر لوك هيد مارتن طائرة F-35 لكن روسيا دخلت على خط المنافسة وأنتجت الطائرة الروسية سوخي 57 في يناير 2010 صرع الأقطاب دفع صين في يناير 2011 لاستعراض مقاتلتها من الجيل الخامس G-20 تحت أنظار وزير الدفاع الأمريكي الذي كان يزور وكين حينها مميزات عدة لمقاتلات الجيل الخامس جعلتها قادرة على حسم المعارك فهي تتمتع برادارات صغيرة الحجم تجعلها قادرة على التخفي خاصة مع طلاء سطحها بمواد ماصة لأشعة الرادار وكذلك بفضل تصميم يعكس أشعة الرادارات في جميع الاتجاهات الطائرة التي تعد أسرع من الصوت قادرة على حمل ذخيرة ضخمة يمكن وضعها داخل مستودعات داخلية في جسم الطائرة لا تتوقف المميزات عند هذا الحد فهي قادرة على تحمل التغيرات المناخية والاحتباس الحرارية وتحقيق استدامة طويلة ولديها القدرة على الهجوم بصواريخ جوجو وصواريخ جو أرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر